طيب بدأ الفريق يدخل أجوال استعداد لمباراة الزمالك بكرة إن شاء الله الثلاثة الأهلاء يدخل معسكر مغلق قبل المباراة بـ 48 ساعة عقب المران اللي هأديه في ملعب مختارة تيتش وبدأت حتى كل المقالات تتحدث عن أهمية هذه المباراة كتب في الجمهورية الزميل خالد كامل القمة وصمعة الكرة المصرية وقال إن لقاءات القمة لا تخضع لأي مقاييس أو ترشحات وتنتهي دائما في الملعب فالفريق الأفضل يومها والأكثر تماسكا يحاقق النجاح باستمرار وعلى نفس المعنى كتب الأستاذ جمال الهلايل أيضا في الجمهورية استبشروا خيرا بالقمة وقال أسئلة حائرة ومحيرة هل فوز الزمالك على المحلة أو هزيمة الأهل من بيرامد مؤشر لنتيجة القمة أو تحديد اتجاه الكاس بيجاوب جمال هليل بيقول الأهلي خسر مباراة وقدم عرضا سيئا لا يليق باسم بطل اعتدن عليه وكان بيرامد هو بطل اللقاء الزمالك هزم فريق المحلة العنيد ويشق طريقه بثقة في الدورة ويعلن في كل مباراة يلعبها أنه قادم بقوة المواجهة صعبة ومؤلمة لمن سيخسر المباراة كافة الفوز ترجح الزمالك تبقى لمعطيات الأرى وتفاهم المدرب مع اللاعبين وسقته فيهم خاصة وقد اعتمد على كذا لكن في المقابل سوارش بلدياته وهو بالنسبة لفيريرا تلميز لا يزال في أول الطريق يتلمز طريقه مع الآلي لكنه يملك ورقة ترجيح فلو خسر في اللقاء لديه مبررات مقبولة وهي ضيق الوقت الذي تولى فيه المسئولية الأهم من كل تلك المعطيات مركز حراسة المرمى في الفريقين الخط البياني للشنوي أصبح ثابت وأيضا يتحدث عن تألق عواد كانت الفرصة مواطية أمام عواد ويبقى السباق السنائي ما بين عواد الزمالك وشناوي الآلي وبيقول جمال هليل نريدها مباراة تعكس مستوانا الفن المأمول فلربما نخرج منها سعداء بمستوى اللاعبين فنيا وبمدرسة التدريب البرتغالية التي طغت علينا ونأمل فيها ومنها كل الخير للكرة المصرية اهتمام خاص بالكم يعني شوف بطريقة أو أخرى هو بيقول الكلام اللي بيتقال باستمرار قبل هذه المباراة أن المستوى والنتائج مش مؤشرات على ما سوف تخرج عليه هذه المباراة سواء من ناحية الفنية أو النتائج اللي حيكتهد وحيحترم الآخر فرصه في الفوز حتبقى كبيرة إذا تتثاوت الحزوز والحزوز هنا الصفارة ونفس الحزوز بتعطي التوفيق يعني بتعطي المباراة اللي عشتغل أكتر والحقيقة اللي اجتهد أكتر مثلا في بيرامدز والآهلي كان بيرامدز استحق الفوز هنقول للأسباب أما نيجي ساعة لكن قبل المطش كان الدنيا بتقول إيه الأهلي كفيته أرجح استنادا إلى حاجات كتير فخلينا في الكورة دائما مش عايزين ننسى أنها لعوب وتتلاعب بالقلوب بالمناسبة فريرا المدير الفني للزمالك وريكاردو سوارش المدير الفني للالي سبقت قابله ضد بعض في الدور البرتغالي كان ريكاردو سوارش بيدرب جيل في سنتي النادي اللي جي منه للنادي الآلي وكان في جزفالدو فريرا بيدرب فريق بوافستا تبادل الفوز ده مرة كسب اثنين واحد وده مرة كسب اثنين واحد على فكرة بوافستا ده اللي كان بيمرانه جوسيه قبل كده اليوم ما جبنا ده كان الوضع قبل مباراة القمة لكن يبقى الحديث أنها مباراة ذاتة طبع خاص يبقى التأكيد أنها دايما لا تخضع لأي معايير أو أي مقاييس سابقة يبقى التأكيد على إدراك لعبة النادي الآلي لأهمية المباراة إلى الدرجة القصوى ترجمة نانسي قنقر